شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ثلاث مهمات ملقات على عواتقنا جميعا المهمة الأولى تحويل العواطف إلى قناعات الفرد بماذا يتحرك هل يتحرك بعواطفه أو يتحرك بقناعاته الجواب على ذلك العواطف تحرك ولكن هذا التحريك تحريك محدود تحرك إلى حد معين ثم تتوقف الحركة بينما القناع الاقتناء هذه تحرك تحرك الفرد إلى نهاية حياته مثلاً الآن على ناحو المثال قد تكون هناك امرأة محجبة ولكن يدفعها إلى الحجاب العاطفة أكو هناك أجواء في البلد في المدينة تدفع هذه المرأة إلى الحجاب إذا الحجاب كان عاطفة فقط ولم يكن اقتناعاً فكرياً في يوم من الأيام يمكن أن هذه العاطفة تنتهي والمرأة والعياذ بالله تبتعد عن الله تعالى وتخلع الحجاب ولكن إذا الحجاب كان عن قناعة فكرية ثابتة هذه القناعة تبقى مع الفرد إلى نهاية حياته الآن الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب طبعاً تعلمون أنه بلاد الغرب بلاد التحلل أي قيد ماكو الفرد اللي يذهب إلى بلاد الغرب بعد ماكو أمامه مانع بعض الأفراد إيمانهم كان إيمان عاطفي إيمان أجواء عندما راحوا إلى بلاد الغرب تركوا كل شيء أكو هنالك الآن نماذج لذلك ولكن بعض الأفراد اللي إيمانهم كان إيمان بقناعة باعتقاد عقيدة ثابتة هؤلاء في ذلك المعترك أكو هنالك الآن نساء في بلاد الغرب حتى يلبسون بوشية في بلاد الغرب يعني حتى في بلاد الغرب ما نزعوا بوشيتهم ليش لأن هذه المرأة الضغط ماكو عليها مانع ماكو عليها أجواء الضغط ماكو ولكن قناعتها الباطنية تدفعها إلى ذلك أكو الآن عدنا شباب كما نقل لنا في بلاد الغرب حتى صلاة الليل ما يتركوها في تلك البلاد إحنا يمكن بعضنا في هذه البلاد لا نوفى لنافلة الليل ولكن شاب يعيش تلك الأجواء المفتوحة يقوم في منتصف الليل ويصلي صلاة الليل ويقول في قنوته إلهي العاف أكو شاب أنا أعرفه كنت أعرفه شاب متدين كان كان في بلادنا بعدين راح إلى البلاد الأجنبية هذا النقل عنه في تلك البلاد لا ينظر إلى امرأة أجنبية أبدا يعني 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 حتى عندما يروح إلى دائرة عنده معاملة وية الطرف الطرف امرأة غير محجبة ما ينظر إله وإنما ينظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مو يغمضوا الغمض غير الغض الغض يعني واحد يطرق ببصر شعاع البصر إلى شعاع يعني بصركم يروح إلى مدى مثلا مترية فإنتو هذا شعاع البصر تأتون به إلى قريب منكم ويتحدث معه ما يمكن واحد يتحدث ويا واحد وهو مطرق ممكن ليش هؤلاء لماذا حفظوا إيمانهم في تلك البلاد مع كل المحاولات ليش لأن قناعة كان عندهم مو عاطف إحنا من الضروري علينا أن نحول العواطف الدينية إلى قناعة كيف نحولها ما هو الطريق الطريق العمل الثقافي العمل الثقافي كل شمه ليش أكو في الأحاديث تأكيد كبير على العلم العلم كل مهم العالم كل مهم عند الله العالم ليس رجل دين معم علم معرف 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 العمل الثقافي يعني الآن في العراق كم فتاة أكو في كل العراق نطبع لكل فتاة كتابا حول الحجاب تقرأ هذا الكتاب تقتنع بالحجاب قناعه وهكذا في بقية الشؤون العمل الثقافي بالكتب والأشرطة والمنابر والهيئات مثل هيئتكم المباركة الله يعيدكم جميعا ويديم لكم التوفيق العمل الثقافي مهم الإقناع مهم لاحظوا آيات القرآن القرآن ما يكتفي بالآمر والنهي إحنا أحيانا نؤمر أولادنا ننهى أولادنا أمر ونهي لا القرآن عادة يقنع الله تعالى يقول وأقم الصلاة ليش إحنا نقول للإبن صل يقول ليش يجب أن نقنعه إذا ما أقنعنا بمجرد ما رفعنا القوة عنه ما يصلي الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري هذا تعليل إقناع الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليش لعلكم تتقوا وهكذا لاحظوا آيات القرآن الكريم القرآن يقول لا تشربون الخامر ليش يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر القمار يولد العداوات الاجتماعية طبعا عندما يكون غالب ومغلوب المغلوب يكون ضد الغالب تعليل إقناع وعندنا كتاب لطيف جدا اسمه علل الشرائع أئمة أهل البيت صلواته الله عليهم كانوا يعللون الأحكام هذا الحكم ليش هذا الحكم ليش كتاب لطيف وحلو أخذوا هذا الكتاب وعندنا كتاب أيضا ألفه أحد العلماء أيضا كتاب لطيف اسمه توضيح الغامض أيضا تعليل للأحكام الشرعية إذن الأمر الأول المهمة الأولى تحويل العواطف إلى قناعات المهمة المهمة الثانية ملء الفراغ ملء الفراغات وإذا أخذت وقال أنه لقد أنه لدي شغل خاص وياك أريد وحدي أشوف قلت ما يخالف فرحت إلى غرفة ثانية خالية فقعت قلت تفضل راد يتكلم فخنقته العبر أخذ يبتشي 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 بعدين مرة أخرى أراد أن يتكلم أيضا خنقته العبر فأنا أخذت أصبر صورت عنده مشكلة واحد مقتول مثلا من عائلته بعدين تمالك نفسه وقال ابني قلت له خيرا قال ابني ما يصلي شاب كاهل أبو في مدينة مقدسة يشوف ابن ما يصلي هذا جد يألم الأب الأب عندما يشوف ابن ابن متدين وكذلك الآن ملتزين يشعر بالفرح بالسرور يفتخر بهذا الابن المتدين أما إذا ولد مو متدين هذا يكون عار لكل العائلة ابن 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 ما يصلي وأخذ يبكي فتكلمت له كلمتين الكلمة الثانية قلت له زوج هذا الولاد قال قال هذا هذا هو الحال لأنه أخوه كان مثله أخوه أيضا كان شاب بعيد مع رفاق السوق بعدين زوجته صار خوش آدم الشاب الذي لم يتزوج إحنا ما يمكن إلا إذا شاب كلش متدين بالأمر والناهي أن نسوقه إلى الطريق افعل لا تفعل الآن ما يمكن التحكم مش لون واحد يتحكم الشاب يدخل في الغرفة يغلق الباب يشاهد كل ما يريد إذا شوية إيمان ضعي الحرام الآن مجالاته جدا مفتوح الشباب يجب أن يتزوج نزوجهم هذا فراغ الشاب اللي ما متزوج الشاب اللي ما عنده عمل الشاب اللي ما إلا مسكن ما إلا بيت الشاب الذي لم يملأ من جميع جوانبه هذا في معرض الخطأ ولذلك حقيقة مهمة الآباء مهمة الكبار أنه يملأ هذه الفراغات ينقل عن المرجع المعروف السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه أنه زوجت جميع أولاده قبل العشرين الشاب إذا زوجته اضطأ لعمل اضطأ لدكان اضطأ لبي ملأ فراغ بعد الشيطان من أين يدخل أما شاب ما عند عمل ما عند زوج فقير يأتي الشيطان والعياذ بالله يأخذه بعيدا ولعله والعياذ بالله هو هذا الشاب يتحول إلى قاتل هناك أفراد يقتلون مقابل مقابل ثمن بخص هذا لأنه فراغات ما ملأ المهمة الثانية لنا جميعا ملأ الفراغات الحقيقة واحد يتمكن إذا اهتم إذا راح في هذا الخط الله يوفق ويمد المهمة الثالثة جمع الكلمة الله تعالى حتى في عائلة واحدة ولدان توأمان توأمان من أم واحد وأب واحد أكو اختلاف بينهم في الأذواق اختلاف الأذواق طبيعي ولكن ينبغي جمع الكلمة إذا المؤمنون تفرقوا واختلفوا لأي عامل من العوامل الأعداء يتسلطون عليهم ويدمرون دينهم ودنياه إحدى البلاد التي حكم فيها المسلمون كان أسبانيا الفعلية حكموا مدة طويلة مئات الأعوام حكموا في هذا البلاد ولكن في آخر الأمر دب فيما بينهم داء الأمم داء الأمم شنو هو الاختلاف وتحكيم الاختلاف الحجاج لماذا سلط على الكوفة الاختلاف أهلها رؤساء العشائر اختلفوا الحجاج أخذ الكوفة ودمر الدنيا الناس ودينهم كم عام محكم أعوام طويلة هؤلاء دب إليهم داء الأمم اختلفوا أخذ بعضهم يستعين بالكفار ضد البعض الآخر المسلم ضد المسلم تدرون شنو كانت النتيجة النتيجة المسيحيون سيطروا على تلك البلاد ودمروا حضارتها أسبانيا كانت مدينة متحضرة في ظل حكم المسلمين هذا مو إحنا نقول هم الغربيين يقولون الغربيين هم كاتبين في كتبهم أنه بعد سقوط الحضارة الإسلامية في أسبانيا لم تقم لها قائمة انتهت بعد مع أنها كانت مدينة حضارية حضارة فيها كانت متألقة وبعدين المسيحيين واحد من المسلمين إحراق بالناس هذه نتيجة الاختلاف إحنا يجب علينا أن نجمع الكلمة دائما واحد يجب أن لا يفرق الله تعالى يقول والصلح خير إجي رجل وإمرأة عدكم بينهم خلاف أكو بعض الأفراد يعمقون الخلاف الله تعالى يقول لا تعمق الخلاف لا تشوف الحق مع من والباطل مع من ربما الرجل يكون محق ربما المرأة تكون محقة لتبحث عن منطق الحق والباطل والصلح خير بعيدا عن الحق والباطل أنهوا الكلمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذا قانون فوق قانون الحق والباطل يعني حتى إذا الرجل ظالم لامرأة ألا نعيدهم شكاية ماذا تفعلون تدعونهما إلى الصلح وبدء حياة جديد طبيعة الفرد يجب أن تكون طبيعة التأليف في الحديث الشريف خير الولاة من ألف المختلف أكو بعض الأفراد طبيعتهم طبيعة التأليف وجام وشر الولاة من فرق المؤتل واحد يجب أن يكون جامعة لا يقوم بالغيبة الكذب هذا حرام عند الله صادقا المهم نحن علينا تأليف القلوب الرجل والمرأة الآباء والأولاد الأمهات والأولاد الفئات الاجتماعية نحاول أن نقرب بينها ولا نبعد أنتو ضيوف كريمة أهل البيت جئتم من النجا في الأشرف من جوار أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهذه نعمة عظيمة والآن أنتو ضيوف كريمة أهل البيت أحد الأفراد في أيام التهجير عندما هجروا المؤمنين جاء من النجاف إلى قوم طبعا هؤلاء الذين هجروا كل شي ما كان عندهم كل شي ما كان عندهم بدشتاشته بعضهم جابوهم كل شي ما عند جاء إلى بلد غريب يده خالية لا يعرف أحدا ولكن من أكو في قوم كريمة أهل البيت من أكو في مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه وأنتو ضيوف أول شي راح إلى كريمة أهل البيت قريب المغرب بعد الظهر يعني يقول ذهبت وخاطبتها كما أخاطب الأحياء أمير المؤمنين مميت كريمة أهل البيت مميت الإمام الرضا مميت أنتو عندما تدخلون في الحرم خاطبوا أهل البيت كأنهم أحياء وهم أحياء الشهداء أحياء فكيف بأهل البيت يقول جئت وخاطبتها قلت أنا عندما كنت في النجاف كنت تحت ظل جدك أمير المؤمنين صلوات الله عليه والإمام ما قصار كنا متنعمين بجوار أمير المؤمنين الآن جئت هنا كل شي ما عندي أنا أريد مني ثلاثة أشياء الشيء الأول أنا يدي خالية كل شي ما عندي وما أعرف أحد في هذا البلد لعله قال ما أعرف يدي خالية أنتو مش أموري الشيء الثاني أنه أنا بيت ما عندي أريد بيت الشيء الثالث أنا أعوام مضت على زواجي أولاد ما عندي كثير من الأفراد أولاد ما عندهم أنا أريد أن تكوني شفيعة عند الله تعالى في قضاء هذه الحوائج الثلاث يقول لم تمض إلا فترة يسيرة وكل هذه الحاجات قضية أموال بيت وعندما كان ينقل هذه القضية يقول أنا مع أنه أعوام مرت علي ما كان عندي أولاد الآن عندي ستة أولاد تعلمون كم واحد في كل عام يجي إلى قوم حوالي 14 مليون يجون إلى قوم تعلمون كم واحد يأتي إلى مشهد في كل عام حوالي 30 مليون يدخلون مشهد يعني أكثر من الحج وكثير من هؤلاء يعودون بأيدي مليئة وحاجات مقضية أنتو أطلبوا من كرم كريمة أهل البيت ومن الإمام الرضا صلوات الله عليه كل شيء واحد يجب أن يطلب من الكريم واحد يجب أن يطلب الحاجات الدنيوية الحاجات الأخروية الحاجات الفردية الحاجات الاجتماعية كل حاجة رافع هذه المحنة عن العراق الجريح عودة الآمن إلى العراق إن شاء الله وإلى بقية البلاد الإسلامية أهل البيت كرماء وكرمهم شعبة من كرم الله سبحانه وتعالى أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم لكم هذا التوفيق توفيق الخدمة خدمة أهل البيت هذا التوفيق عظيم الحمد لله الآن يحبنا المساجد الآن العراق اثنين وثلاثة أنتم اللي يقيدكم بالشغل تعلمون أن الشغل صعب ولكن ما ضعف بدن عما قويت عليه النية الحكومة علمت به الحكومة كانت حكومة علمانية ضد الدين فألقت القابل عليه وسجنات انتهت لا كان يقعد ويا السجناء يتكلم وياهم حول بناء المساجد انتو إذا طلعتوا ابن المساجد داخل البلد وخارج البلد اللي كان يزوروه كان يحرضهم على بناء المساجد تعلمون هذا الرجل كم بنى في حياته من المساجد مباشرة أو بالتشويق والتحريق في الكتب كاتبين هذا الرجل بنى في حياته عشرة آلاف مسجد كل واحد مننا يتمكن يبني عشرة آلاف مسجد الجواب نعم إن شاء الله يتمكن يبني عشرة آلاف حسينية الجواب نعم بإذن الله يتمكن يبني عشرة آلاف دار للأيتام نعم بتوفيق الله يتمكن يطبع مئات الملايين من الكتب نعم إذا الهم قوية واحد يتمكن إن شاء الله تأخذون من قوم ومشهد جميع الحاجات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمن والأمان إلى المؤمنين في العراق وفي كل مكان وأن يتم نعمته عليكم وعلى جميع المؤمنين وأن يعود العراق إن شاء الله بلدا مثاليا يحتذا يعني يكون قدوة لجميع البلاد وإن شاء الله تعودون إلى بلادكم سالمين غانمين موفورين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شهرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي شكرا للمشاهدة